وينضم إلينا من أمام مقر السفارة الكولومبية في كاركاس مراسل الغد محمد الفنيش محمد مساء الخير أنت تقف الآن أمام السفارة التي طالب مادورو بمغادرة كل من فيها كيف تبدو المشهد الآن؟ كيف تجمله؟ طالب مادورو البارحة أو أعطى مادورو البارحة مدة 24 ساعة لكل طاقم ديبلوماسي للصفارة أو للبعتة الكولومبية في هنفينزويلا بمغادرة البلاد تسريبات من المعارضة قالت أن فريق ديبلوماسي رفض الخروج باعتبار أن الرئيس الشرعي بحسب تعبيرهم أنه هو خوان جوايدو لكن أثناء وجودنا هنا كشف لنا مصدر رفض الكشف عن هويته وعن اسمه أن الطاقم يستعد لمغادرة البلاد تأتي قرار مادورو جاء بطرد ديبلوماسيين طيب وهنا أتوقف معك محمد هل الطاقم سيغادر البلاد خوفا من تهديدات مادورو مثلا على الرغم من التطمينات التي ذكرت أنه أخذها من جوايدو هكذا فهمت منك يعني هو يسعد الآن الفريق الدبلوماسي للمغادرة نعم مادورو لديهم مسألتين يستعملهم هنا في التعامل مع خصومه لديها قوة الجيش ولديه كذلك ميليشيات مسلحة من أنصاره فالميليشيات المسلحة نحن ننظر لأن البارحة قام أو ما يسمونهم هنا الكوليكتيفوس قاموا البارحة مثلا ميليشيات تابعة لمادورو مسلحة بقتل أربعة أشخاص على الحدود وبالتالي يصبح الأمر عندما يصبح غير مرغوب فيك من طرف مادورو يفرض الأمر مغادرة البلاد من الناحية الأمنية لكن الرد مادورو بطرد الدبلوماسيين الكولومبيين جاء على استقبال لواء في الحرس المدني الفنزويلي في كولومبيا الآن ارتفع عدد المسؤولين من الجيش ومن الشرطة ومن الحرس المدني الذين لجوا إلى كولومبيا بين الأمس إلى اليوم إلى 61 شخصا هو ما يعتبره مدورو محاولة من كولومبيا للتأثير على الجيش وعلى المسؤولين الأمنيين من أجل دعم خوان غويدو نحن نعلم أن كولومبيا أعلنت دعمها المباشر لزعيم المعارضة خوان غويدو شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات مرسلنا من كاركاس محمد الفنيش من أمام السفارة الكولومبيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة